وجه وزير التموين والتجارة الداخلية شريف فاروق ببدء طرح الخضر والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية بالشراكة مع القطاع الخاص ممثلا في الغرفة التجارية يأتي ذلك فيما تم توقيع مبادرة مع الغرفة التجارية في القاهرة ووزارة التموين لطرح الخضروات والفاكهة في أكثر من 150 منفذا تابعا للشركة القابضة للصناعات الغذائية تهدف المبادرة لطرح الخضروات والفاكهة من المزارع إلى المواطن مباشرة دون وجود حلقات تداول بأسعار منخفضة